مطحف الغموض بأربيل هو الثاني من نوعه بالعراق فولو مي بهدا الفيديو لنشغل زكائنا ونكتشف عدد كبير من الخضع البصرية ونغوص بعالم الخيل والأوهام أعلن وسألن فيكم واضح بمتحف الغموض بأربيل هذا المتحف يعتبر أول متحف على مصر العراق وقليم كردستان فكرته من دول أوروبا لكن محتوى المتحف 60% هو صنع محلي من قبل مهندسين اثنين من محافظة دوك هناك خدعة بصرية ومثلا عندما يرونه شخص حزين وهلأ شخص مبتسد هيدا الحيت شو وضعه؟ تمام هاد كمان هاد بيسموه جدار التوازن يعتروا راح تقدر تبطي توازنك هون ولا لا؟ داخل هالستار في جسر ثابت ولكن هلأ الحركة الوهمية الموجودة راح تخليني أعبره بسهولة؟ داخل هالستار في جسر ثابت شو أولكن راح أقدر أتخطى متيحة المريا بنجاح؟ خلوكن معي لا أقل ملائعة 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 واو أوبس بحيد الغرفة الغامضة راح تشوفوا مشهد مضحك ومرعب بنفس الوقت هيد الزاوية الملونة متل ما عم تشوفوا هي مخصصة للأطفال بيشغلوا عقلن وبنفس الوقت بيتسلوا اشتركوا في القناة